مما لا شك فيه أن تسريب قرميت بنويرا السكرتير الشخصي السابق لرئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح يعتبر أكبر ضربة تلقاها سعيد شنقريحة منذ أن ظهر على مسرح الأحداث هي ضربة قوية كبيرة جدا لا يمكن تخيلها حتى أن السلطة وأجهزة البروباغندا وقفت عاجزة في مواجهة هذا الطفان الذي فضح سعيد شنقريحة وورته داخليا وخارجيا وإقليميا وفي قضايا تتعلق بالأمن القومي الداخلي والأمن القومي الإقليمي أيضا حقيقة أن قرميت بنويرا الذي كان السكرتير شخصي والمعلومات التي متوفرة لدينا تقول بأنه كان محل ثقة لا يمكن وصفها لدى القايد صالح حيث أن القايد صالح لو يقترح عليه قرميت بنويرا محل ثقته وأيضا الرائد بن سلامة الذي كان أيضا بروتوكول شخصي تبعه والذي أيضا تعرض للسجن وهو نجل ضابط سامي سابق بن سلامة في قيادة الدفاع الجوي الإقليم والذي كان أيضا مدير المدرسة العنية للدفاع الجوي عن الإقليم المهم أنه قرميت بنويرا يعتبر علبة سوداء أنت على القايد صالح وفراره إلى تركيا وبعد ذلك استرجاعه في صفقة ما زالت لم تكشف بعد أسرارها والتي بدأت تظهر ملامحها بين الجزائر وتركيا فيما يخص صفقة استلامه قد أكدت مما لا يدع مجالا للشك مدى أهمية هذه العلبة أمر آخر أنني سبق وأن تحدث بأن قرميت بنويرا الذي يوصل الأمر أنه تبعون طلبه شخصيا ليس بالأمر الهيئ بل أنها في جعبته أسرار كبيرة عندما خرج هذا التسريب بدأت تتحرك هناك من شكك فيه وهناك من شكك في الصورة ولم يشكك في الفيديو وهناك من أخذه على محمل المزدقين أنا أقول لكم شيء تأكدت من مصادر وأشخاص يعرفوا قرميت بنويرا شخصيا اللي يظهر في الفيديو هو قرميت بنويرا والصوت هو صوت قرميت بنويرا بالفعل بعض المعطيات التي قدمها توحي بأن التسجيل الصوتي أولا وقبل كل شيء هو جديد أمر آخر أن الملامح التي ظهر فيها هناك من أراد التشكيك يقول بأنه في حركات فيها كذا كذا أشياء تدل على أنه تم تركيب الصوت على الصورة مثل هذه الأمور الناس اللي يعرفوا قرميت بنويرا قالوا لنا بأنه تظهر عليه علامات أنه غير مش في وضع طبيعي تعبان شوي مقارنة على ما كان عليه من قبل وهو يعيش في بحبه لذلك الكلام الذي جاء راه صدر من طرف قرميت بنويرا شخصيا والتسجيل جديد قال من سجن البوليدا أعطى بعض المعلومات في إطار التعينات التي جرت ما بعد توقيفه وسجنه معناها أنه تسجيل جديد مسألة الصورة الفيديو الأول يظهر بأنه تطابق بابين الكلام والصورة الفيديو الثاني يوحي على أنه فيه إما مقاطع تتكرر أو أنه انقطاعات أو شيء من هذا القبيل لكن المهم والمؤكد أنه هذا التسجيل لقرميت بنويرا